أهلاً أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على المدينة الجميلة مدينة أورشليم القدس رح أتكلم عن صلب المسيح خلينا أقول في البداية أن صلب المسيح لم يكن صدفة فتجد نبوات عديدة في العهد القديم تنبأت عن مجيء المسيح وعن آلام وصلب وموت يسوع المسيح وأيضاً يسوع المسيح في العهد الجديد مراراً تنبأ عن صلبه وجاء لهذا الغرض أنه سيذهب أو ذاهب إلى أورشليم وهناك يسلم إلى رؤساء الكهنة ويتألم يصلب يموت يدفن وفي اليوم التالت يقوم وتراها أيضاً من أقوال كثيرة مثل يحن المعمدان الذي قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم أو الرموز الكثيرة مثل الحية النحاسية أو أنقض هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام أو إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير أو كما قال يسوع أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف فإذاً منشوف صلب المسيح مذكور في صفحات الكتاب المقدس وهذا شيء مهم جداً ندركوا إنه الموضوع مش إنه المسيح مات شهيد ولا مظلوم لا تخطيط ترتيب إلهي ترجمة نانسي قنقر